رد الفعل ايه؟ يعني انا عارفة انت كمان كسيناريست اكيد بتتابع رد الفعل رد الفعل في السوشيال ميديا عن احداث المسلسل رد الفعل لحد احنا لغاية النهاردة الحلقة الرابعة يعني كل يوم الحلقة بتعلق عن التانية كل يوم الحلقات بتسخن والاحداث بتسخن رد الفعل ان هو الحمد لله نقديا المسلسل معجبين بي جدا الشباب معجبة بي جدا الحاجة اللي مفاجئانا طبعا بوجود استاذة صابرين واستاذة بس ما امتقلين الموضوع واستاذ رشد الشامي فامتقلين الموضوع فكرة ان كمان دلوقتي لأ بقت الناس الكبيرة اللي هو السن بقى اهالينا ابهاتنا امهاتنا معجبين بالمسلسل ان بتتخيل ان ماذا لو كل واحدة فيهم ان انا لو اكتشفت ان فلان متجوز علي او بوزي متجوز علي كل واحدة بقى هتروح تدور ورا جوزها وتشوف ليكون في حاجة هتروح السجلات بقى وتتبحث بقى دلوقتي فهو دلوقتي لأ ان هو الموضوع ان ما بقاش السن ده بس كمان لا بقى جمهور المسلسل كل يوم بنكسب شريحة عن التانية يعني كل عرض حلقة نكسب شريحة تانية طبعا سابرين نجمة كبيرة وجودها مهمة لان ده كمان الاجيال احنا زمان كلنا منشوف الحلمية والشهد والدموع والمال والبنون كلها اجيال مختلفة بتسلم بعض طبعا فده ايضا اعتقد دي حاجة من الحاجات المهمة جدا يعني انا مثلا انا وانا جاي التلفزيون المصر انا بالنسبالي مثلا انا موليد 85 فكنت تتفرج على المسلسلات على القناة الاولى والقناة التانية طبعا 95-96 انا عند 11 سنة كنت طول الوقت اعدي قدام التلفزيون كان حلم من احلامي ان انا يعني ادخل من المبنى بس فدلوقتي انا يبقى لي مسلسل على التلفزيون مصر ده حاجة كبيرة جدا بالنسبال لا انت قادر استوديو عشرة اللي كانت بتعمل فيه كل الالي حلمية والمال والبنون وكل حاجة كانت موجودة هنا فالسه اصوات زي ما بيقولك اصوات الممثلين موجودة اشتركوا في القناة